السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية حفظ التغريدات في العلامات المرجعية في تويتر أو منصة X وإيضا رح نشرح كيفية إظهارها فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوون التحون تويتر فلنفترض مثلا هذه التغريدة ندخل عليها نبي نحفظها في العلامات المرجعية تضغطون على هذه الأيقونة فكذا لو تلاحظون تم إضافة المنشور إلى علاماتك المرجعية ففي هذه الطريقة أضفناها في العلامات المرجعية الآن رح نشرح كيف نحصل التغريدات اللي أضفناها في العلامات المرجعية فنرجع على الخلف بعدين من الصفحة الرئيسية تروحون على صورة حسابكم وهنا بشكل مباشر رح يظهر معكم ثالث خيار اللي هو العلامات المرجعية تضغطون عليه فرح تظهر عندكم جميع التغريدات اللي أضفتوها في العلامات المرجعية إذا حبين تزيلون أي تغريدة من هذه القائمة تضغطون على العلامات المرجعية هذه الأيقونة بكذا اختفت معنا من هذه القائمة إذا كان عندكم تغريدات كثير حافظينها تقدرون تحذفونها بشكل كامل دفع واحدة تروحون على الثلاث نقاط وتضغطون إزالة جميع العلامات المرجعية وتضغطون مسح وكذا بكل سهولة حذفنا التغريدات اللي موجودة في العلامات المرجعية فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة